ترجمة نانسي قنقر حث سمو رئيس الوزراء المؤقر مجلس إدارة الغرفة الجديد على أن يكون عملهم مشتركا لما فيه خير ومصلحة التجار وبما يحفظ عن مكانة التاريخية العريقة للغرفة ويعزز المسيرة التجارية فيما أشهد مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين بالدعم اللامحدود والذي تقدمه الحكومة ووجه الدعوة لسموه لتشريف الغرفة بزيارة كريمة تشكل دافعا لانطلاقة جديدة لها ورفع مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين التماسا إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية حيث أكد سموه مباركته لكل ما يدعم القطاع التجاري وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لإيجاد صيقة مناسبة للرسوم الأنشطة التجارية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر قضيبية مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبدالاناس وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد وقد هنأ سموه رئيس وأطاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في عملهم خدمة لقطاعي التجارة والصناعة وخاطبهم سموه قائلا نحن معكم ومساندين لكم وثقتنا فيكم كبيرة بأنكم قادرين على نقل متطلبات واحتياجات القطاع التجاري الذي أطاكم ثقته لتمثيله وأكد سموه أن جميع قنوات التواصل مفتوحة دائما للاستماع إلى أراء الغرفة ورجالاتها في كل ما يخص الشأن التجاري والصناعي حرصا من الحكومة على أن تحقق القرارات غاياتها في خدمة الاقتصاد الوطني ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتنمية بما يسرع من خطوات المسيرة الوطنية نحو بلوغ أهدافها التنموية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنفسية وقال سموه إن مساهمة القطاع الخاص في التنمية حققت نجاحا كبيرا مما إعطانا الدافع لمد أفاق هذه المشاركة لمستويات أرحب بما يسجم مع الحراك التجاري في البحرين وعراقة تتجارها وتاريخها المشهود بالعطاء والبذل في سبيل الوطن وشدد سموه على مواصلة الحكومة في تقديم كافة صور الدعم للإقطاع الخاص وإسناده وتعزيز مشاركته في صياغة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية المستقبلية وأشار سموه إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تضاعف من حجم المسؤوليات في النهوض بمستويات التنمية وتعزيز تنفسية الاقتصاد الوطني في مجال جذب الاستثمارات مؤكدا سموه حرص الحكومة على دعم الغرفة التجارية وتعزيز ريادتها في رعاية مصالح قطاع الأعمال في المملكة وقد أعرب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بدعم الغرفة وتهيئة الظروف التي تمكنها من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وأشهده بتوجيهات سموه الدائمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والغرفة من خلال التشاور والتنسيق وإسناد جهود الغرفة في تحقيقة تطلعات القطاع التجاري